يحكى أنه وكان يا مكان جمعاً لما بنسمعها دايماً بتاخدنا لعالم القصص والحواديد بننتبه، بنتشد سواء كنا كبار أو صغيرين دايماً بيكون عندنا فضول وبنكون عاوزين نعرف إيه الحكاية إيه تفاصيلها، إيه إحداثها، مين هم أبطالها إيه هتكون النهاية وشكلها هيكون عامل إزاي في جيل كامل مننا اتربع على حواديد ألف ليلة وليلة وكان متعلق جداً بحكايات شهر زاد لجزها شهر يار وعشنا في الخيال ده وفعلاً صدقناه إحنا جوانا حاجة بتحب الحدوطة، جوانا حاجة بتحب القصص حتى في حياتنا الطبيعية على فكرة بنسأل هو فلان ده أخباره إيه؟ دايماً بنبقى عايزين نعرف طب بيعمل إيه؟ طب إيه اللي حصل؟ طب إيه تفاصيل الموضوع؟ وده معاً بيزيد اهتمامنا لما بيكون الأمر متعلق أكتر بأخبار نجوم مشاهير النهاردة هنعيش في حكايات ست شخصيات من المشاهير المصريين والعرب والعالميين كلهم في كتاب واحد ألف سيرة وسيرة ده اسم الكتاب للكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ خلف جابر بيقدم فيه خلف جابر سيرة موجزة لعدد من الشخصيات يمكن ما فيش حاجة بتربط ما بينهم ولكن حكاياتهم تستحق أنه نكتب عنهم ونحكي عنهم الحقيقة أنه عنده أسلوب بمزج فيه ما بين الواقع والخيال وده هنتكلم بالتفصيل معاه من خلال حوارنا هنعرف أكتر عن الكتاب